تجمع الوطن الأحرار تجمع الوطن الأحرار حزب بعدها كنسة وكين اللي كي يبغي نسة أحيانا أنه حزب ماشي ديال لبارح مامر هذه سنتين وتعالي حسفنا بدكرى 40 و 40 سنة في حيات حزب سياسي را ماشي ماشي شي حاجة قليلة إذا نرى كين واحد لما صار طويل وحل بناء متين ديال واحد تموقع لليوم لقى فيها الحزب يسمى بالفرنسية لفيتاس دوكر وزير وحل بناء ديال ربعين سنة أو أكثر ديال تموقع الإديولوجي اليوم اللي تنقولوا إحنا حزب ديال الديمقراطية الاجتماعي ديال الاسوسيال الديمقراطي تنستوعبوه وتنعرفوه وتنوعو به كخيار تجاه المناضي لليوم في هاد الفترة اللي شرطي لها من نوفمبر 2016 اليوم خاصة من المؤتمر قيادة جديدة مكتب السياسي جديد هيكلة جديدة هيكلة جديدة كاريمون ليس لديها علاقة مع الهيكلة اللي هي نجاج تاراكم في الحقيقة ما انطلقناش من فارغ في 2016 كان تاراكم كان انضاج هاد المشاكل تكلمتوه على داخليا كان قيادة جديدة مكتب السياسي جديد هيئة موازية اللي مكانش عن الحزب للمرأة مكانش للشباب للهيئات السوسيوميهنية هذا اللي تقريبا وصلنا العدد الكبير هيئة موازية اللي تخلقات داخل الحزب من المناضي للحزب لتجار لأطباء المهندسين المحاسبين سيارات الأوجرال من غير اللي هما ترونس فيصل الشباب والمرأة هاد الشي كامل طلبة هاد الشي كامل كي يخلي اليوم الحزب كيعيش واحد الفترة اللي فيها قطيعة من واحد تمتولات اللي كنحاول واحد العدد يلسقوها واللي يجعلوها لا ثقة بالحزب ديال الدكان الانتخابي ديال الحزب الإداري ديال حزب الأعيان هاد الشي كامل ستطع الحزب اليوم يدير فيها قطيعة قطيعة بشي غارة معرفية ولكن قطيعة بالملموس المقرة ديال الحزب الأنشطة ديال الحزب من الفين وسبعة عشر اليوم اليوم ما نقطعوش إذا ديال الدكان كان يبقى ستشهر الانتخابات واللات الشهور عاد كي هذا كان قلبوا المرشحين وعاد كي تزردوا هذه قطعنا معها نهائيا الأنشطة لدى الطبيعة الإشعائية ولدى الطبيعة طيرية ولدى الطبيعة ديال الاستشارة العمومية قحمنا في العرف الحزب المغربي او ادخلنا إليه واحد تقليد جديد للمغربي ديال الاستشارة العمومية من طرف الأحزاب لا فجوش ديال جولت لدار الحزب والولا اللي اعطى فيها العيكلة لكي نديروا العيكلة الجديدة دار المكتب السياسي ورئيس الحزب 12 الجولة وتجمعات تجمعات تجمعات الجولة الثانية لكي نعطي العرض السياسي من خلال مصر تقع الجولة الثالثة في إطار مئة يوم مئة مدينة واحد العدد واستشارة العمومية لكي نعطي التصور من بعد كورونا استشارة العمومية اليوم مئة يوم مئة مدينة التي تعطينا ممكن بـ 35 ألف مشارك مئة مدينة في المغرب متوسطة وصغيرة لتقدير الخبارات والمتتبعين هي أكبر استشارة عمومية في المغرب التي تعطينا الآراء الساكنة المحلية في تدبير المدن في المغرب وذلك في الإشعاع في الورش المجدد للإستشارة العمومية الحزب جاء فيه الجديد بالنسبة للمشاهد السياسي الحزبي المغربي هذه هي الموازية كما قلت اليوم يشتغلوا الشابة والتي نتنشوفوها يديروا جامعات صيفية جامعة تلاف ستلاف مشاركة لكلهم أبناء الحزب وطورنا في عدد المنخارطين فسحنا المجال الطاقات والخبرات للجامعة الترابية والمواقع الحكومية التي تنصروا لهم حضور في الساحة والمشهد السياسي والإعلامي الشرط المسميتهم بالصدامات أعتقدوا أنه مؤشر ترموميتر أن الحزب حي أن الحزب لا يبقى لأبغار دور مكمل في تشكيل الحكومات لا يبقى لأبغار دور مكمل في البرلمان والمستوى المجالي الترابي من نهار تشكيل الحكومة في 2017 قال الحزب قال الحزب الحلفاء والآخرين أنه يجبوا مشارك كامل صفة المشاركة من ذلك النار لا يسمى الآخرين وشغلهم بالبلوكاج ولكن من ذلك الساعة يقول الحزب أنه إذا كنت تشارك سيكون لدي الرأي سواء داخل الحكومة أو في المعارضة وهذا هو ما تحقق بعد 4 سنوات لم يكن موضوع النقاش العمومي في المغرب لم يكن حاضر فيه تجمع الوطن الأحرار سواء كانت طبيعة اقتصادية سواء كانت طبيعة الجماعية طبيعة تقافية وهويتية جميع النقاش العمومية كانت فيهم الحزب وهذا هو المطلوب مننا لا يطلوب من حزب يكون إلاك فتبقى أنه كده 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 منطقة أخر ولكن الحزب في هذا 4 سنين أعتقد أننا ليس غير كمناظرين وكقيادين ولكن غير كمواطنين عاديين داخل الحزب نحن مرتاح لما وصل عليه أعتقد أننا احتقبل الانتخابات الواحد وعشرين اليوم اللي يتوجه هذا المجهود هذا بتتويج المطلوب المستحق أعتقد أن احتقبل من هذا نحن مرتاحين على الأقل المباراة إلا كانت تمثيل سميتوت الطير ومهام الأحزاب بمثابة مبارايات ومتحانات فوجدنا لهم خدمنا فيهم كنا وصل المعماعة وصل المعركة أمرنا ما كنا في الهاميش كانت الجرعة في واحد العدد ديال المواقف التي لم تكن عند أحزاب بحلت جمهة الوطن الأحرار اليوم نحن في قلب المعركة الاثنمية وديال الديمقراطية في المغرب قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية